بسم الله الرحمن الرحيم طلبة الأعزاء سوف نخصيص حصة اليوم لإستبيقات مادة النظرية العامة للاتزامات أول حصة أو أول درس نظري هو في مادة المنهجية القانونية المنهجية القانونية بحيث سوف نتعرض لطريقة كتابة الاستشارة القانونية وكذلك لطريقة كتابة المواضيع القانونية وصوف أملي استشارة قانونية نفكر فيها في الحصة المقبلة وكذلك سوف أملي موضوع قانوني لكي نتأمل فيه لاحقا ومع ذلك سوف أخصيص حيث من الوقت نقطعه من هذه المادة لكي ندفع إلى الأمام بمادة نظرية المتزامات نظرا لضيق الوقت خلال حصة يوم أمس كنا بصدد الحديث عن تطابق إرادتي المتعاقدين غير الحاضرين في مجلس العقل وأشرنا إلى أن هناك عدة تطبيقات عملية هناك عدة صور شائعة لهذه الحالة من ذلك مثلا التعاقد بالمراسلة تعاقد بواسطة وسيط أو سمصار التعاقد بالهاتف إلى غير ذلك من الوسائل الحديثة المستعملة في هذا المجال فحتى نقرب صورة أكثر انطلقنا من متال عملي فافترضنا أن هناك تاجر بالجملة يقطن بمدينة دار البيضاء عرض على تاجر آخر يوجد في مدينة طنجة عرض عليه بطبيعة حل شراء أو اقتناء منتوجات بثمن معين والعلاقة بينهما تمت عن طريق مراسلة بحيث أن تاجر متواجد بمدينة دار البيضاء أرسل بهذا الخصوص رسالة إلى تاجر آخر موجود بمدينة طنجة عرضاً على التعاقد إذن فهنا يطرح تساؤل يطرح تساؤل عن وقت وزمان عن وقت ومكان انعقاد العقد بين الطرفين الغائبين إذن فهنا يلاحظ أنه حتى إذا قرر التاجر الموجود بمدينة طنجة قبول التعاقد إذن فلا بد من مرور مدة معينة وقت من الزمن حتى يعلم التاجر الموجود بمدينة دار البيضاء يعلم بقبول التاجر الآخر المتواجد بمدينة طنجة إذن فهنا يطرح تساؤل بخصوص تحديد زمان ومكان التعاقد بطبيعة الحال أشرنا إلى أن هذا الأمر له أهمية قصوى سوى نتعلق الأمر بزمان نعقاد العقد بين الطرفين الغائبين أو مكان التعاقد بينهما إذن فالأمر يكتسي عدة آثار قانونية مهمة أشرنا إليها في الحصة السالفة بطبيعتها كذلك أشرنا إلى أن الفقه الفرنسي مختلف بهذا الخصوص إذن فهناك من تبنى نظرية إعلان القبول إعلان القبول إذن فكما قلنا هي نظرية مفرطة في تمسك بمبدأ سلطة الإرادة فهي تذهب إلى أن العقد في هذه الحالة يقوم بطبيعة حال بمجرد أن يقبل الموجب له التعاقد الموجب له التعاقد إذن ففي المثال هنا بحسب هذه النظرية العقد يقوم عندما يقرر التاجر المتواجد بطنجة قبول تعاقد قبول تعاقد إذن فكما يلاحظ هي نظرية مفرطة في تمسك بمبدأ سلطة الإرادة بمبدأ سلطة الإرادة لكن هذه النظرية بطبيعة الحال إذا كانت تسعي في المعاملة التجارية إذا كانت ترفع الحرجة عن التداول بحيث تمكن التاجر الذي تلقى عرضاً بشراء السلع معينة أن يتصرف فيها فراء إعلان قبوله فمع ذلك فقد كانت محط التتقادات من حيث كونها تفتح باب تلاعب أمام القابل الذي قد ينفي قبوله أو يغير فيه بطبيعة الحال دون استطاعة الموجب إتبات إتباته ما دام لم يتوصل بما يبرهن عليه ماذا ما لم يتوصل بما يبرهن عليه بطبيعة ذات لذلك ظهرت نظري أخرى تحاول أن تتجنب تلك العيوب التي وقعت فيها نظري أولى فيتذهب بأن العقد في هذه الحالة يقوم عندما يعمل الموجب له على تصدير القبول على تصدير القبول على تصدير القبول بطرق مختلفة بطبيعة ففي المثال الذي أعطيناه تصدير القبول يتم عندما يكتب التاجر المتواجد بمدينة الطنجة يكتب قبوله بطبيعة الحال ويكتب في رسالة معينة ويضعها في صندوق البريد بطبيعة الحال هذه النظرية هذه النظرية بدورها تعرضت لانتقاد لانتقاد من حيث أن التصدير لا يجعل القبول نهائيا ما دام بوسع صاحبه استرجاعه قبل توصول الموجب به قبل توصول الموجب به لذلك فتصدير القبول لا يصلح كمناط لاقتران الإرادتين وبالتالي قيام العقد لذلك ظهرت نظرية أخرى تحاول تجنب الانتقاد السالفة وتذهب إلى أن العقد في فرديتنا لا يقوم إلا عند استلام القبول أي عندما يتسلم الموجب قبول قابل في مثالنا تسلم القبول يحصل عندما تصل الرسالة إلى التاجر المتواجد بمدينة طنجة بمدينة عفو انظر البيضاء ويتسلمها من ساعي البريد بطبيعة هذه النظرية كذلك رغم وجاهتها فقد تعرض الانتقادات من حيث أن تسلم القبول لا يعني العلم به لا يعني العلم به فالشخص مننا قد يتسلم مثل رسالة معينة أو يتسلمها أحد خدامه مثلا أو شخص آخر بالنياب عنه ولكن لا يقرؤها ولا يعلم مضمونها كما هو معلوم لذلك ظهرت نظرية أخرى تحاول تجنب النقص الذي وقعت فيه نظر الأولى فهي تذهب إلى أن العقد في موضوعنا لا يقع لا ينعقد إلا في زمان ومكان العلم بالقبول وزمان ومكان العلم بالقبول مسبة للمثال الذي أعطيناه هو الزمان والمكان الذي تصل فيه الرسالة إلى التاجر الموجود في مدينة الضربضة ويفتحها ويقرأ مضمونها الذي يفيد قبول الشخص أو التاجر المتواجد في مدينة الطنجة كما أشرنا إلى ذلك فهنا نشير بأن الشريعات المقارنة مختلفة من حيث تبني إحدى النظريات السالفة فهناك بعض الشريعات اعتمدت نظرية إعلال القبول وهناك شريعات أخرى اعتمدت نظرية صدير القبول وهناك بعض الشريعات الأخرى اعتمدت نظرية السلام القبول يبقى الآن نقف عند موقف المشارع المغربي إذن ما يهمنا بطبيعة الحال هو أن نتعرض وأن نقف عند موقف المشارع المغربي المشارع المغربي عبر عن موقفه في الفصل 24 من قائل ورسل العقود الذي جاء فيه يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان الذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان الذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله إذن فهنا أسطر على كلمة رد القبول رد القبول إذن فكما سلاحظون هي عبارة عبارة غامضة غير واضحة ولا توحي بصراحة بتمسك المشارع بإحدى النظريات السالفة لكن مع ذلك أغلب الفقه عندنا يذهب إلى أن كلمة رد القبول تفيد أن المشارع المغربي متمسك بالنظرية الأولى أي بنظرية إعلان القبول بمعنى أن المشارع المغربي يعتمد النظرية الأولى ويذهب إلى أن العقد الحاصل بالمراسلة أو بين الطرفين الغائبين يتم في زمان ومكان إعلان القبول من طرف القابل بطبيعة بالنسبة بالنسبة للأمر خلاف ذلك لأن كلمة رد القبول في نظري لا تعني الإعلان عنه بل تعني تصديره فكلمة رد القبول هي كلمة مطابقة لعبارة فرنسية تفيد كلمة رد القبول هي مطابقة كما قلت لكلمة باللغة الفرنسية فكما هو معروف قانون لسنة العقود البغربي عندنا وضع في البداية في الأصل كتبة باللغة الفرنسية ثم بعد ذلك ترجم إلى اللغة العربية إلى اللغة العربية كما هو معروف بطبيعة إذن فكلمة رد القبول في نظري لا تعني إعلان القبول ولكن تعني تصديره بطرق مختلفة من ذلك مثلا إذا ما تتعلق الأمر بتعاقد بالمراسلة فرد القبول يتم عندما يضع القابل الرسالة التي يضمنها قابوله يضعها في صندوق البريد كي تصل إلى الموجب الذي هو الطرف الآخر في التعاقد فهذا الموقف في نظري ينسجم مع اشتراط أن يكون التعبير عن الإرادة في التعاقد في صورة إيجاب أو قبول تعبيراً نهائياً وباتاً تجاوز صاحبه مرحلة تردد واستقر على موقف أعلنه وأكده وأكده بتصديره عن طريق عمليات أسلفنا بعضه أسلفنا بعضها كما أنه يقترب من جهة أخرى من المبدأ العام الذي يفيد أن التصرفات القانونية بإرادة منفردة لا تلزم صاحبها إلا إذا اتصلت بعلم الموجب له لكن تمام العقد بين غائبين في زمان ومكان تصدير القابل لقابوله يكون مشروطاً بوصول الرد بالقابول قبل فوات الأجل الذي يكون الموجب قد حدده لقبوله وإلا فقبل انصرام الوقت الذي يكفي عادة لوصوله إليه بمعنى أنه إذا كان هناك بداء عام يفيد بأن العقد بين طرفين غائبيين العقيد في زمان ومكان تصدير القابل لقبوله فهذا الأمر يكون مشروطاً بشرطين الشرط الأول يتعلق بحالة الإجاب المقصر بأجل إذن فهنا سماد هذه النظرية يكون مشروطاً بشرط إضافي هو أن العقد لا ينعقد إلا إذا وصل القبول إلى الموجب خلال الأجل الذي حدده الموجب والشرط الحالة الثانية هي التعاقد عن طريق المراسلة عن طريق المراسلة إذن فهنا إنعقاد العقد بين طرفين الغائبين في زمان ومكان تصدير القابل لقبوله يكون مشروطاً بوصول الرد خلال أجل المعقول وكما قلنا الأجل المعقول هو الذي يختلف باختلاف الحالات فإما أن يتفق عليه الأطراف وإلا فالمحكمة هي التي لها الصلاحية أن تحدد الأجل المعقول أخداً بين الأعتبار ظروف كل نازلة وتباعد المتواجد تباعد بين المكان الذي يسكن فيه الموجب والمكان الذي يسكن فيه الموجب له وكذلك ظروف الاتصال وهكذا وما شبه ذلك من الوقائع المادية كما هو معلوم في هذه الحالة بطبيعة الحال بالنسبة للتعاقد بين الطرفين غائبين عن طريق الهاتف إذن فهو يطبق عليه حكم التعاقد بين حاضرين في مجلس العقل من حيث الزمان بالنسبة للتعاقد بين الطرفين غائبين عن طريق المكالمة هاتفية فقلنا بأنه يشبه تعاقد بين الطرفين حاضرين في الزمان من حيث الزمان لماذا؟ لأن إرادة كل الطرف تصل إلى الآخر فوراً أي في نفس المكالمة الزمنية في نفس المكالمة الهاتفية لذلك يسقط الإيجاب فيه غير مقترن بأجل إذا لم يقبل فوراً من الطرف الآخر أما مكان العقد في هذه الحالة فهو مكان القابل هناك مسألة أخرى لا بد من الإشارة إليها هي أن الأمر هنا يتعلق بقاعدة مكملة بمعنى أن زمان ومكان تعاقد بين الطرفين غائبين كما أشرتنا إليه بطبيعة هذا الأمر تحكم قواعد مكملة بمعنى أنه لا مانع يمنع المتعاقدين من حسم الإشكال مسبقاً فيتفقان مثلاً على أن العقد بينهما لا يقوم إلا في زمان إعلال القبول أو في زمان استلام القبول أو في زمان العلم به أو في زمان آخر كما هو معلوم بطبيعة الحال كما تعلمون الجانب المنهجي هو جانب جد مهم في الكتابة القانونية لأن الأساسي ليس هو المعلومات حجم المعلومات التي يتوفر عليها الباحث ولكن المهم كذلك هو طريقة توظيف المعلومات وطريقة استخدام هذه المعلومات المتاحة لتحليل مواضيع قانونية لذلك سوف تأتي هذه الدروس النظرية في صورة ملفات مستقلة مستقلة الواحد منها عن الآخر الملف الأول الذي سوف نعالجه خلال هذه الحصة يتعلق بطريقة كتابة الاستشارة القانونية أو كيف يجب التعامل مع نازلة قانونية من الناحية المنهجية أول نقطة تطار هي تعريف الاستشارة القانونية يمكن تعريف الاستشارة القانونية بكونها ذلك التحليل الذي يقوم به رجل قانون لنازلة معينة مستخدما في ذلك معلوماته في المجال بحيث يقوم بالبحث عن القواعد القانونية الملائمة لحل مشكل أو مشاكل مطروحة ومبديا رأيه بكل تجرد وموضوعية انطلاقا من هذا التعريف يتبين لنا بأن الاستشارة القانونية تتميز بعدة خصائص الخاصية الأولى أنها الاستشارة غير ملزمة غير ملزمة لطالبها إذن فهي تختلف من هذه الناحية على الحكم القضائي الحكم القضائي الذي يكتسي قوة ملزمة بالنسبة لطرفين النزاع كما هو معلوم كذلك الشأن بالنسبة لحكم المحكمين فهو كذلك يكون ملزما إذا حاز الصيغة الصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرتها هذا الحكم كما هو معلوم العنصر الثاني هو عناصر الاستشارة القانونية فانطلاقا من التعريف السالف نستطيع تحديد هذه العناصر على الشكل الآتي أولا الاستشارة تحليل قانوني بحيث يتعين على كاتب الاستشارة أن يقوم بتحديد المشكل أو المشاكل المطروحة وموقعها من التقسيم القانونية ومختلف الواقع التي تشتملها هذه النازلة مع تكيفها من الناحية القانونية والبحث كذلك عن القواعد القانونية التي تطبق على كل حالة إذن صورة العملية لاستشارة كما هو معروف هو أن يطلب شخص استشارة قانونية في نازلة معينة وقعت له في نازلة معينة وقعت له إذن فهنا المستشار بطبيعة هل يفترض في أن يكون رجل قانون بطبيعة الحال وبالتالي يجب عليه أن يكيف الوقائع ويبحث عن القواعد القانونية الملائمة كي تطبق على هذه النازلة الاستشارة تحليل يقوم به رجل قانون يعني ذلك أن محرر الاستشارة يجب أن يكون مختصا في القانون إذن فهو رجل قانون إما فقيه أو محامي أو قاضي أو حتى طالب في حدود إمكانيته المعرفية كما هو معروف الاستشارة تطرح مشكل أو مشاكل عملية إذن فلا يمكن أن تتعلق الاستشارة بسؤال نظري يتطلب جوابا نظريا بل هي تطرح مشكل أو مشاكل عملية تتطلب حلول قانونية إذن فهناك فرق بين موضوع مباشر وبين الاستشارة قانونية الموضوع المباشر هو موضوع غالبا يكون النظري إذن فهو لا ينطوي على إشكالية قانونية أما الاستشارة إذن فهي غالبا تقع في الحياة العملية وبالتالي تطرح مشكل أو مشاكل الاستشارة تقصد البحث عن القواعد القانونية الملائمة بمعنى أن محرر الاستشارة يجب أن يبحث دون تصرع عن القواعد القانونية الملائمة التي تصلح كحل للمشكل أو المشاكل المطروحة الاستشارة العنصر آخر هو الاستشارة تقصد إبداء رأي بكل تجرد وموضوعية فإذا كانت تحليل موضوعيا وتم البحث عن النصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع فإن تفسيرها وتأويلها يجب كذلك أن يكون موضوعيا ومجردا لا تتدخل فيه عاطفة الباحث ولا ميولاته بمعنى أن المستشار يجب أن يتعامل بكل موضوعية إذن فلا يناصر طرفا على حساب طرف آخر ولكن يجب عليه أن يعمل على سطبيق النصوص القانونية سطبيق الأحكام القانونية سطبيقا موضوعيا كما هو معروف ننتقل الآن إلى الكلام عن الشروط المتطلبة في الرأي الذي يبديه محرر استشارة قانونية فهذا الرأي أولا يجب أن يكون رأيا صريحا بحيث يجب على محر استشارة أن يعبر عن رأيه بصراحة ودون خجل ودون تردد إذن فهذا يندرج بطبيعة في إطار الموضوعية في بعض الحالات قد يحتاج الأمر إلى إزالة الغموض وإزالة ما تنتظارب قد قد يعتري سرد وقائع معينة في ترك الاستشارة وذلك عن طريق محاولة تفسيرها والأخذ بما هو أقرب إلى المنطق ومقتضيات العدالة إذن فهو كما هو معروف طالب استشارة رجل غير متخصص في القانون إذن فلو ربما يطرح الاستشارة بطريقة غير منتظمة وهنا يتعين على المستشار أن يزيل مثل الغموض الذي يعتري سياغات الاستشارة وكذلك أن يرتب المعلومات وأن يرتبها ترتيبا منطقيا مثلا بالاعتماد على تاريخ وقوعها كما هو معروف في بعض الحالات الأمر كذلك يتطلب من المستشار أن يفسر نصوص قانونية أن يفسرها ويزيل مثلا عنها الغموض والتعارض بطبيعة حال هنا بالاعتماد على الفقه وكذلك القضاء الذي بدوره يتصدى لهذه المأمورية أو يقوم بهذه المأمورية كما هو معروف كذلك يجب أن يكون رأيا واضح المعنى فيتعين أن يعبر محر الاستشارة عن رأيه بكل وضوح وأن يستعمل أسهل العبارات وأسهل التراكيب والألفاظ وأن يتجنب العبارات الغامضة التي تحتمل عدة تأويلات فالعبرة كما هو معروف بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني إذن فالكتابة القانونية الجيدة هي الكتابة السهلة والواضحة المعاني كما هو معروف كذلك يجب أن يكون رأيا حياديا بمعنى أن محادث استشارة يبحث عن الحلول القانونية للمشاكل المطروحة التي تطرح ووقعين نازلة مع الالتزام بالحياد التام وذلك دون حياز دون انحياز لأي طرف على حساب الطرف الآخر كما هو معروف كذلك يتعينه عليه أن يعرض لجميع حجاج الأطراف وأن يناقشها وأن يبين موقف القانون منها بكل تجرد وبكل موضوعية كذلك رأي المستشار يجب أن يكون رأيا معللا تعليلا قانونيا ومنطقيا إذن فهذا الأمر أكدنا عليه وقلنا بأن قيمة الاستشارة تقاس بماذا الحجج التي تتضمنها إذن فكلما كانت الحجج منطقية وقوية كلما زادت قيمة الاستشارة كما هو معروف بمعنى أن محادث الاستشارة يجب أن يعتمد على مناقشتها من الناحية الشريعية والفقهية والقضائية إذا كان ذلك ممكنا فيستشل مثلا بالمواقف التي تناصر وجهة نظرية في النازلة ويناقش في نفس الوقس المواقف المعارضة التي لها وجهة نظر أخرى في هذه النازلة كما هو معروف كذلك يجب أن يكون رأي المستشار رأيا مفيدا لطالبه إذن هذا نؤكد عليه مجددا ونقول بأن قيمة الاستشارة تقاس بمدى الحجج والبراهين التي يعتمد عليها المستشار في صياغة استشارته الآن ننتقل إلى منهجية كتابة الاستشارة القانونية في الحقيقة هناك عدة منهجية مقترحة لكتابة الاستشارة القانونية نقوم باختيار أبسطها بحيث تنقسم الكتابة إلى مقدمة وعرض وخاتمة المقدمة إذن فهي تمهيد للموضوع هي إعلان للموضوع إذن يجب أن تكتب بطريقة المختصرة يجب أن تستضمن العناصر الآتية أولا تحديد مكانة استشارة من القانون من الأرضية القانونية أي ربطها بالأرضية القانونية مثلا ربطها بنص معين بنظرية فقية معينة أو مثلا باتجاه قضاء معين وقد يتم ذلك في بعض الأحيان عن طريق بدء المقدمة بحكم عام يصلط الضوء على النقطة القانونية الوالية في استشارة إذن فهنا المستشار يربط استشارة بأرضيتها القانونية بأرضيتها القانونية مثلا يقول مثلا بها الاستشارة ترصبط مثلا بالغلط كعب عباردة أو مثلا بحالة المرض والحالة الأخرى المشابهة أو مثلا بإبطال العقد وهكذا في مسائل أخرى هذه النقطة هذه النقطة الأولى غير مجزمة غير مجزمة بمعنى أنه يمكن ما تنتجاوز هذه النقطة الأولى والانتقال مباشرة إلى عرض الوقائع إذن فثعل الوقائع إذن فهي نقطة مهمة يجب على المستشار أن يستعرض وقائع استشارة يستعرضها بتلخيص وبترتيب حسب تسلسلها تاريخي مثلا ويجب أن يكون ذلك بأسلوب واضح ومغاير للأسلوب عن الأسلوب الذي صيغت به الاستشارة إذن فهنا لا يتطلب الأمر أي اجتهاد كبير بمعنى أن المستشار يعيد صياغة الوقائع التي عرضت عليه فقط يلخصها يصنفها يرتبها بحسب مثلا التسلسل التاريخي النقطة الثالثة هي طرح الأسئلة طرح الأسئلة التي يطلب صاحب الاستشارة جوابا عنها جوابا عنها إذن فهناك ذلك الاجتهاد دائما الاستشارة القانونية تختتم بطرح أسئلة قانونية النقطة الثالثة تحديد المشكل المطروح إذن فهنا يجب تكيف الوقائع وطرح الأسئلة القانونية التي استدعيها الوضع أي تحديد المشاكل القانونية الواردة في الاستشارة والتي تحتاج إلى تحليل وإبداء الرأي إذن فالصعوبة الواجبة تخطيها في هذا الشعل هو ترجمة الوقائة في صورة مشكل أو مشاكل قانونية رئيسية وأخرى مرتبطة بها عند الاقتضاء دائما المشكل يجب أن يكون مشكلا محصورا محصورا في نقطة معينة ضيقة لأن الاستشارة لا تطرح عموميات ولكن تطرح إشكالية خاصة إذن فكلما تمكن المستشار من وضع أصبعه على الإشكالية الدقيقة الخاصة كلما نجح في الإحاطة بالاستشارة التي يعالجها العنصر الآخر هو وضع تصميم وضع تصميم في الحقيقة يتم فقط وضع تصميم على ضوء تكييف الوقائع والأسئلة القانونية المطروحة يجب أن يكون تصميما بسيطا وواضحا إذن فهنا كما هو معروف التصميم هو الوعاء الذي تصب فيه المعلومات إذن يجب أن يكون وعاءا كافيا لكي يلم بكل معلومات هنا يتعلق الأمر فقط بالإعلان على التصميم الإعلان عن الخطوط العريضة لتصميم كذلك التصميم يجب أن يكون محيطا بكل المشاكل القانونية التي تطرحوها الاستشارة كما هو معروف العنصر التاني هو العرض العرض يشتمل تحليلا للمشاكل القانونية المتارة وطرحا لوجهة نظر المستشار حسب تصميم المعتمد ومع مناقشة وجهة نظر الآراء الفقهية والقضاء الأخرى بالنسبة لهذا القسم يجب الإبتعاد عن استد المباشر إذن فالأمر لا يتعلق باستد المعلومات ولكن توظيف معلومات يجب كذلك البحث عن المعلومات التي تصلح لتحليل المشاكل كذلك يجب الارتباط بوقائع النازلة واعتماد لك طبق للمنهاج المعتمد إذن فالاستشارة مخالف للكتابة القانونية إذن فيجب الارتباط كما قلت بوقائع النازلة إذن فهناك علاقة جادلية كما سوف نرى بين الأرضية القانونية والمشاكل المطروحة في النازلة خلاصة خلاصة وهي لازمة وضرورية في الاستشارة القانونية لأنها تشتمل مجمل رأي المستشار في شكل اقصراح أو ناصيحة أو مجرد رأي بصورة وجيزة ومركزة وبصورة مختصرة يمكن أن نقول أن منهجية كتابة الاستشارة القانونية لا تختلف كثيرا عن منهجية كتابة عموم المواضيع القانونية بحيث أن الكتابة تمر عبر مقدمة وعرض وخاتمة المقدمة هي تمهيد الموضوع هي إعلال الموضوع إذن يجب أن تكون مختصرة وتشتمل كما قلت العناصر الآتية تحديد ما كانت استشارة من الأرضية القانونية عرض وقائع النازلة طرح الأسئلة التي يطلب صاحب استشارة جوابا عنها تحديد المشكل أو المشاكل المطروحة وتخصص المقدمة بوضع تصميم يكون ملما بكل الوقاعة القانونية وبكل إشكاليات التي تطرحها النازلة هذا تصميم يجب أن يكون كما قلت تاملا لكل إشكاليات وهنا المطلب فقط هو الإعلان على التصميم بمعنى أنه لا يطلب من الطالب أن يفصل التصميم وأن يعطي التصميم في تفاصيل فقط يعطي الخطوط العريضة كأن يقول سوف أقسم الكتابة إلى مبحثين مبحث أول عنوانه كذا ومبحث ثاني عنوانه كذا هناك كذلك العرض العرض يشتمل تحليل للمشكل أو المشاكل القانونية التي ستطرعها الاستشارة وكذلك بيان وتحديد لوجهة نظر المستشار مع مناقشة وجهة نظر الآراء الفقهية والقضائية الأخرى إذن فهنا يجب الابتعاد عن السر المباشر والبحث عن المعلومات التي تصلح لتحليل إشكالية المطروحة بمعنى أن الأمر يتعلق بتوظيف المعلومات وليس باستعراض المعلومات يجب كذلك الارتباط ما أمكن بوقاء النازلة بمعنى أن هناك علاقة جدلية بين الأرضية القانونية الأرضية القانونية تتشكل من موقف المشرع موقف الفقه وموقف الاجتماعي القضائي باختصار بطبيعة الحال هنا الطالب لا يطلب منه أن يبحث في مراجع أخرى فقط ينطلق من المقرر الذي يلزمه هو الوجيز في القانون المدني وجوز الأول وهو متوفر كما تعلمون بنسبة لكل طلبة لدى مصحة السنصاخ كما هو معروف كذلك كذلك العرض يجب أن يحترم المنهاج المحدد إذن فإذا وضعت منهاج معين فيجب عليك أن تحترمه في كتابتك وهناك كذلك خلاصة وهي لازمة وضرورية في الاستشارة القانونية إذن فهي تشتمل مجمل رأي المستشار في شكل اقتراح أو نصيحة أو مجرد رأي بصورة وجيزة ومركزة سوف نحلل بعض الاستشارات القانونية خلال هذه السلاسية والآن سوف أملي استشارة قانونية أو نازلة نفكر فيها لاحقا مجتمعي وقاع النازلة هي كالآتي على إطري مفاوضات تعاقدية طويلة على إطري مفاوضات تعاقدية طويلة تخلتها نقاشات وتبادل اقتراحات واقتراحات مضادة عرض السيد عمر باعتباره تاجر بالجملة في مادة الحليب المجفف على السيد إبراهيم وهو تاجر بالتقصيط في المواد الغذائية أن يبيعه كمية محددة من هذه المادة بتم المعين وذلك شريطة توفر هذه الكمية من المادة في مخازينه وسطر على كلمة شريطة توفر هذه الكمية من المادة في مخازينه نقطة إلى السطر وقد أعرب السيد إبراهيم عن قبوله البات لهذا العرض وذلك بصورة فورية عارضا على الطرف الآخر تسلم تمن وتسليمه البضاعة المبيعة غير أن هذا الأخير رفض تنفيذ العقد بحجة أن مخازنه كانت خالية عند إصدار العرض من المادة المذكورة كما تبين من خلال خبرة المعاينة التي أجريت بصورة صحيحة وقد صرت على كل ذلك وقوع نزاع بين الطرفين بخصوص مدى تمام عقد البيع في هذه النازلة نقطة إلى السطر حلل مختلف جوانب هذه النازلة وذلك من خلال الجواب على الأسئلة الآتية نقطتين إلى السطر ما هي القيمة القانونية للاتفاق الحاصل بين الطرفين ما أعيد ما هي القيمة القانونية للاتفاق الحاصل بين الطرفين على ما استفهام إلى السطر هل يعتبر هل يتعلق هل يتعلق الأمر بمفاوضات تعاقدية أو باتفاق جزئي أو عقد بيع أبرمة بصورة صحيحة أعيد هل ما هي القيمة القانونية للاتفاق الحاصل بين الطرفين وهل يتعلق الأمر بمفاوضات تعاقدية أو اتفاق جزئي أو عقد بيع أبرمة بصورة صحيحة علّل أجوبتك من خلال ما درسته عن الموضوع إذن هذه وقائع نازلة المطلوب من الطالب أن يفكر فيها وأن يحللها مستعملا المنهاج الذي عرضته قبل قليل وسوف نناقشها في وقت لاحق أو في محاضرة آتية من هذه المحاضرات لاحقا أختتم هذه المحاضرة بتأكيد على أن هناك فرق كما أقول دائما بين ما نقرأه في المحاضرات ما نتلقاه وبين موضوع المسيحان موضوع المسيحان بطبيعة الحال شيء آخر سوف يكون في مستوى الطالب وسوف يأخذ بالخصوص بعين الاعتبار الضرفة الاستثنائية التي نعيشها جميعا والتي نرجو من الله عز وجل أن يرفعها في أقرب وقت ممكن حتى تعود المياه إلى ما جاريها وحتى يجنب ونسأل الله جميعا أن يجنب وطننا وإخواننا كل مكروه وشكرا وإلى اللقاء في الحصة المقبلة ترجمة نانسي قنقر شكرا